شارك معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في منتدى شركات الطيران والمطارات لعام 2024 المنتدى عقد ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران والمطارات وفي كلمته الافتتاحية رحب معاليه بالضيوف والمشاركين مؤكدا على أهمية هذه النسخة من المعرض التي تمثل هذا العام علامة فارقة لمملكة البحرين وهي تحتفل بفخر بمرور 75 عاما من تاريخ الطيران في مملكة البحرين وأشار معاليه إلى أن هذا المنتدى يعد فرصة مثالية لتبادل الأفكار والنقاش حول التطورات المستقبلية في صناعة طيران خاصة في ظل تقدم التكنولوجي المتسارع ومتطلبات الاستدامة البيئية وعرب معاليه عن تطلعه في أن يسفر المنتدى عن تمهيد الطريق لمزيد من الشراكات لتحفيز الابتكار ودعم النمو المستدام في جميع القطاعات ذات الصلة بقطاع الطيران وقد تخلل المنتدى عدد من الجلسات النقاشية التي تناولت أحدث الاتجاهات في صناعة الطيران بما في ذلك الابتكارات في مجال الطائرات وتحسين تجربة المسافرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر